بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سنقف في هذا الوقت المبارك مع قرينة الصلاة مع قرينة الصلاة الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة لغة التطهير والإصلاح والنماء والمده فمن معانيها اللغوية يتضح أنها تحمل البركة والنماء والمده والخير وشرعاً اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص لما يخرج عن مال معروف الأموال التي فيها الزكاة والبدن في صدقة الفطر وفي زكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم حكمها أنها ركن من أركان الإسلام وقرينة الصلاة ومن ثم قال العلماء أن جاحدها كافراً ويقاتل الممتنع من أدائها وتأخذ منه قهراً هذه الفريضة تحمل معاني وحكم ومقاصد ومن ذلك أنها وسيلة عظيمة لإغناء المجتمعات إغناء الفقراء والله لو أن الأغنية لو أن التجار أخرجوا صدقاتهم بحق وبحقيقة وبصدق لما بقي فقير على وجه الأرض تجار المسلمين لو أخرصوا وأخرجوا أموالهم لا لغتنى الناس من مقاصدها مقاومة شح النفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون من مقاصدها بركة المال وما أنفقتم من شيء فهو يخلف لأن من معانيها كما ذكرنا أنما من مقاصدها إزالة الأحقاد والضغاء والفوارق بين الفقراء وبين الأغنياء كذلك تشكل هذه العبادة المالية المباركة حلقة وصل بين الفقراء وبين الأغنياء أما الأموال التي تجب فيها الزكاة الأثمان ومن حكمة الشارع الحكيم أنه قعل تقدير الزكاة بأصول ثابتة لا تتغير وهي الذهب والفضة قد يقول قال طيب الدولار أو اليورو أو كذا أو الريال لا هذه تتغير وتزيد أو تنقص أو لا تثبت على حال لكن الذهب والفضة عملة ثابتة وهي مستمرة على مر الأزمان ولكن هناك مقدار محدد فإذا وصلت النقود المالية أو بتقدير التجارة ما يشاوي من الذهب 85 قرام فقد وقبت الزكاة وحال عليه الحول ومن الفضة إذا وصلت 595 قرام من الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لماذا التركيز أو الحديث عن الزكاة عن قرينة الصلاة في هذا الشهر المبارك هو الحقيقة المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول لا يشترط أن يكون في رمضان لكن اعتاد الناس أن يزكوا في رمضان فإذا زكى الإنسان في رمضان يجوز له أن يقدم لكن لا يجوز أن يؤخر فإذا كان حول الزكاة مثلا في ذي القعدة أو في ذي الحقة فلا بأس بالتقديم في رمضان لكن لا يؤخر من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب في كل ثمر يكال ويدخر بما يعادل تقريبا 624 كيلو وفيه نصف العشر إذا سقي بآلة وإذا سقي بالمطر ففيه العشر كذلك التقارة أو عروض التقارة فيها الزكاة وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات وغيرها تزكى إذا بلغت نصابا كما ذكرنا بنصاب الذهب اللي هو 585 كرام بنصاب الفضة 595 كرام أذكر بعقالة ثلاثة من أهم مصارف الزكاة لأن الحلقة لا تتسعر لذكر المصارف كلها ومن أهم المصارف الفقراء والفقير المعدم الذي لا دخل له هذا الفقير على الرأي الرأيجة أما المسكين فهو رجل أو شخص عنده مال لكنه لا يكفي فقد يكون المسكين لديه مرتب قد يكون المسكين معه دكان قد يكون المسكين معه سيارة ولا تكفي فيعطى من الزكاة دليل ذلك قول الله عز وقل أما السفينة فكانت لمساكين كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟ أفضل المذاهب في هذا المجال هو مذهب الإمام الشافعي أنه قال كفاية العمر لا يكفي أنك تعطي الفقير قليل سكر أو قليل رز أو قليل دقيق أو كذا أو كذا هذا عملية إسعافية الأصل أن يعطى الفقير ما يغنيه كفاية العمر للعمر كله لكن أدنى الكمال أن يعطى كفاية سنة لأن الناس اعتادوا أن يزكوا لسنة من المصارف التي نذكرها في هذه العقالة في سبيل الله وفي سبيل الله في سبيل الله للعلماء قولان القول الأول أن في سبيل الله ما يخص الجهاد جهاد الكفار الجهاد المعروف بأنواعه وهذا قول أكثر أهل العلم والقول الثاني تعميم معنا في سبيل الله فيدخل فيه كل وجوه البر والخير ولعله الرأي وجيه وإن لم يكن عليه أكثر العلماء لكن هذا الرأي يمكن أن تدخل فيه مسائل متعددة أو مصارف متعددة منها مثلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة ونحن في زمن تكالب فيه الأعداء على دين الله تبارك وتعالى فنقول لا بأس أن تخرج الزكاة في الدعوة إلى الله وفي فصالح المسلمين وفي وجوه البر كلها أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل من الصيام والصلاة في هذا الشهر المبارك وأن يقعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعنا أحسنه وإلى حلقة قادمة وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة